والحيان عايزة أبدأ من أحدث شيء وأحدث خبر النهاردة هيئة الاستعلمات المصرية قررت إغلاق مكتب صحيفة الجاردين البريطانية وسحب اعتمادها وكمان ده العدم أو كما جاء فيه بيان الهيئة لعدم التزامها بالقواعد المهنية في تقرير نشرته عن فيروس كورونا إجراءك برأيك أو قرأتك إيه لهذا الإجراء وهل ممكن يكون رادع لأي وسائل إعلامية غربية أخرى موجودة هنا أن هي تقوم بنفس الدور يعني أولاً بسم الله الرحمن الرحيم في ظرف زي ده تصرف اللي حصل من نهاية الاستعلمات وتصرف فيه أولاً فيه انضباط فيه احترافية شديدة فيه حسم كان كنا نحتاجين منذ سنوات طويلة كان عندك مشكلة إنه كثير جداً من المراسلين الأجانب بيفبركوا وبينشر أخبار عكس الحقيقة تماماً وكانت أنت ما عندك إش رد فعل النهاردة أنت عندك فيه إجراءات بتتخذ ودي مش أول مرة قبل كده تخذت مع أكتر من المراسل أخطأ وهناك صحف اضطرت إنها تعتزت نتيجة هذه الإجراءات فأنا أعتقد إنه النهاردة هذا الإجراء اللي اتخذته هي العام للسلامات واستدعاء الاتنين المسؤولين عن سواء مكتب النيورك تايمس أو الجارديان أعتقد ده إجراء مهم جداً وبيدي رسالة إنه لا يعني إحنا مش إحنا كدولة عندنا قانون وعندنا ضوابط واللي مش هيلتزم هنتعامل معاه بكل حسم وكل عنف قانوني ووفق الإجراءات القانونية اللي بتحصل في أي دولة في العالم في ظرف زي ده لأنه لما تيجي تبص على اللي حصل هو مش مجرد خبر ادعى ادعى المراسلة أو المراسل بتاع نيورك تايمس طايمس إنه إنه ده جات له معلومات بخلاف الجارديين كماني نيورك تايمس النهاردة برضو توجه له أنزار من هي الاستعلامات ونيورك تايمس ده كتب تويتا على الضبط فده مش مجرد إنك إنت خدت معلومة فنشرتها لا أنت بتستهدف ده في التوقيت ده تحديدا لأن ده جزء من عملية صناعة الفزع والهلع والرعب عند المصريين اللي متعمدة وبتمارسها على مدى العشرة يام اللي فاتت أو الأكتر قنوات الإخوان والقنوات القطرية والإعلام القطري هدفه الأساسي خلق حالة من الرعب والفزع عند المصريين تنتهي بفوضى تنتهي بصراع وتصارع على السلع الغذائية تنتهي بحالات من اللا انضباط في الشارع المصري وبالتالي تحصل الكرسى اللي هم يتمنى أن يتحصل في مصري طبعا ده يعني الحمد لله المصريين ما استجابوش لهذا وكمان عشان برضو لازم نواجه ده الإعلام المصري كان لها بدور كويس قوي مجلس الوزراء ووزارة صحة بالبيانات اللي بيطلعوها ووزارة الإعلام عاملة دور محترم جدا في التصدي لمثل هذه الشائعات وبالتالي حصل نوع من المواجهة والتصدي فأنا في رأيي أن هذا الإجراء إجراء محترم وإجراء يعبر عن الدولة المصرية الدولة المصرية القوية اللي بتقدر تحمي نفسها وتحمي مواطنيها من أي محاولات لإصارة الفزع وإصارة الشائعات والأكازين